بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هناخد تالت نوع من أنواع الارث بريشر اللي هو الپاسيف ارث بريشر احنا خدنا الاتريست ارث بريشر وإن أن الحيطة بتاعتي مش هتتلف ولا تتحرك نهائيا أما الاكتف ارث بريشر فإن الحيطة زي ما انت شايف بتتحرك بعيد عن الصائل وفي الحالة دي السيجما هوروزونتل بتاعها مالو بيقل النوع التالت اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة اللي هو الپاسيف ارث بريشر هو خلي بيالك بقى هي البرشر بتاع التربة جاي كده لكن الحيطة بتاعتي نفترض إن هي دخلت كده يعني تحركت في اتجاه الصائل ده بيسموه الپاسيف ارث بريشر يعني انت لاحظ بص أدي المبنى بتاعي هو تشايفوهو كويس فممكن حاجة من لتنين لو الحيطة تحركت كده يبقى ده لو الحيطة كانت كده الزرق دي وتحركت كده الجزء ده هيبقى عامل لي ارث بريشر هنا هو بيسموه يعني ده شوفوه يعني في نفس المسألة حصل ايه الحيطة تحركت كده فتحركت بعيدة عن الصويل اللي هنا فعملت هنا اكتف ارث بريشر لكن الطربة الحيطة دي اتحركت في اتجاه الطربة فعملت ايه باسيف ارث بريشر فطبعا نبدأ ايه احنا اتفقنا ان الكي نوت دي البداية بتاعتنا ان هي مالها ما بت ايه ما بيتحركش خالص لكن يعني اما الحيطة تتحرك اتجاه الطربة سيجما فيرتيكال لسه زي ما ثابتة لكن المشكلة سيجما هوروزنطل هنا بقى مش بتقل ده بتزيد سيجما هوروزنطل بتقعد تزيد لحد ما الفيلير ايه يحصل فهي دي الحالة اللي بيسموها يعني زي ما اتفقنا فاكرين مرة فاتي كانت عاملة كده لا المرة دي بقى عاملة كده شوف سيجما هوروزنطل العمالة تزيد لحد ما يحصل ايه الفيلير بتاعي زي ما انت شايف في الشكل دوت فنرجع تاني فين القصة بتاعتنا او السيجما اللي بتاعتنا اللي في الاول خالص سيجما فيرتيكالهيت شايف الانفيلوب بتاعتي شوفت ايه اللي حصل فيه اهي باسف ايرس بريشر اللي دايرة كبيرة داية لان دا دا الاتريست فعيننا عندي اللي حصل الباسف بقى بتاعي اللي هو المقطة داية واضح ولا مش واضح واضح طيب يبقى انا عندي اه قيمة بتاعتها او زاوية الميل بتاع الانهيار بتاعتها عبارة عن كام 45 نقص فاي على 2 فاكر هناك في الاكتف كانت قيمتها كام 45 زائد فاي على 2 لكن هنا 45 نقص فاي على 2 اللي هي الباسف ايرس ايه بريشر طبعا زي ما انت شايف اللي حصل هنا ايه دي دخلت كده فلما دخلت كده حصل لها دلتاية صبعا كيمة صغيرة جدا فالانهيار بتاعي على زاوية كام 45 نقص فاي على مين على 2 ويبقى هو دا الفيليار انفيلوب بتاعنا طيب نحسب ازاي بقى الباسف ايرس بريشر زي ما حسبنا الاكتف ايرس بريشر سهلة جدا انت عندك هنا كي باسف بس في جاما في اتش اتنين سي جزر الكي باسف دا بتاع السي وتجمحهم الاتنين يديني مين مستطيل ومسلس طب الكي باسف قيمتها بكام يا شباب كي باسف تاني سكوير 45 زي اتفاع على اتنين او ممكن نقول واحد على الكي اكتف لو قلت واحد على الكي اكتف خلصت المشكلة يعني مقلوب الكي اكتف هي الكي باسف بتاعتنا طيب لو انا دلوقتي عندي مسلس بس يعني السي بتاعتي بصف خلاص يبقى الكي باسف عبارة عن مين دا بصف يبقى كي باسف في السيجما يبقى نص القاعدة في الارتفاع وعلى بعض التلت والموضوع ماله انتهى مفيش مشكلة يبقى الخلاصة بتاعتي ركز معايا هنا هو انا لو عندي الحيطة تحركت يعني عندي نقطة هنا ومقطة هنا الحيطة هنا ارس بريشار جاي كده فتحرك بعيد فده تحرك بعيد ايبقى ده اكتف والناحية دي التربة مالها او الحيطة تحركت في التجاه التربة فده بيسموه ايه باسف يبقى ده يعمل لي باسف لكن ده يعمل لي مين اكتف ايرس بريشار وزي ما اتفقنا برضك ان كي نوت هي قيمة متوسطة كي اكتف كل شوية هتلاقيها بتقل يعني فاهمني ازاي اما هنا الكي باسف قيمتها بتبقى ازياد من مين الكي نوت يعني الكي اكتف اقل من الكي نوت اقل من الكي باسف بتاعتنا وبردك ده ملخص للقصة ان احنا حصل دلتا كده ودلتا كده ده لو تحركت جوه يبقى ده باسف لو تحركت بره يبقى ده اسمه ايه اكتف ايرس بريشار ودي العلاقة بتاعتنا طيب الحالة طبعا في النص ديت هي كي نوت شوف القيمة دي عالية قوي الكي نوت مالها تفاقنا ان هي اقل من الكي باسف لكن اكبر من مين من الكي اكتف اللي هي المرحلة دي والمال المال بتاعنا هنا 45 زائد فاي على 2 الاكتف لكن هنا 45 ناقص فاي على 2 ده بالنسبة لمين الباسف بتاعنا طيب يبقى القاعدة بتاعتي ان سيجما كي في السيجما فيرتيكال ناقص 2 سي جزر الكي اكتف كي باسف زائد 2 ده في حالة الباسف واحنا بنفترض فيها ان الحيطة بتاعتنا تكون نعمة وشغالة لل فيرتيكال مين لو ده كله بتاع الشغل بتاع مين بتاع رانكن طيب السؤال برضك دلوقتي لو الحيطة عندي بقى ميلة وفي ميل في الطور بنعمل ايه ده هنشوفه ان شاء الله بس بعد ما ناخد مثال على الاكتف والباسف اللي احنا درسناهم دلوقتي شكرا